ترجمة نانسي قنقر تستند على الإبداع والابتكار في الأداء ما جعلها في مقدمة الجهات الرائدة على مستوى العالم في مجال الإدارة العام 2013 كان بمثابة بداية تعريف هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية عن نفسها وإظهار الآلية النشيطة التي تتبعها في عملها ليشهد العام ذاته انطلاقة حقيقية لشق طريقها نحو التمييز المؤسسي بما ينسجم مع توصيات المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الأمر الذي نتج عنه حصول الهيئة على شهادة الالتزام بالتمييز لتصبح عضوا فاعلا في المؤسسة ذاتها الحفاظ على مؤشرات نجاح الأداء والتفكير خارج نطاق الصندوق بما يفضي إلى إيجاد خطة عمل شاملة تحاكي جوانب الإنتاج وعناصره كافة كمثل القيادة والاستراتيجية ودعم الأفراد كلها أسباب شكلت دافعا نحو إحقاق الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه في البحرين والذي تمثل بفوز هيئة تنظيم الاتصالات بجائزة الاعتراف بالتميز المؤسسي لفئة الأربع نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وهي بذلك تكون أول مؤسسة في المملكة تحصل على هذه الجائزة عالية المستوى فوز كبير بجائزة دولية استحق نظير ما قامت به هيئة تنظيم الاتصالات بتتشينها لعدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات كتطوير نظام الاستراتيجية وبرنامج القيادة وبرنامج التطوير الوظيفي وتخطيط التسلسل الوظيفي ونظام إدارة الآداء ونظام المكافآت وقافلة من المشاريع الأخرى التي كان لها الأثر البالغ في تمكين الهيئة من تقديم نتائج إيجابية ناجحة إلى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتحصد في الوقت ذاته على أربع نجوم في فترة زمنية قصيرة بسبب ما أظهرته الهيئة من مرونة وشفافية وعزم على مواجهة التحديات والظروف الحالية ونجاحها في ربط أنظمتها وعملياتها بآليات تستند على الإبداع والابتكار في الأداء ما جعلها في مقدمة الجهات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال هذا الإنجاز لم يكن لولا الدعم المستمر والرؤية الوجيهة والمستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بأهمية دفع المؤسسات البحرينية للسعي نحو تحقيق التميز في جميع المجالات وبالعلامة الكاملة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات